باتت الانتخابات الفرنسية ووفق استطلاعات الرأي تتأرجح بين مرشح الوسط إيمانويل ماكرون ومرشحة أقصى اليمين مارين لبعان المرشحاني وهما الأوفر حظاً يحمل كل منهما مقاربة خاصة لموقع فرنسا وتأثيرها بعد الحرب في أوكرانيا إضافة إلى مقاربات أخرى تتعلق بمشاغل الفرنسيين وهمومهم تتحضر أوراق الاقتراع وتتهيأ فرنسا للدخول في صمت انتخابي قبل خوض الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فهذه الانتخابات تحمل العديد من السيناريوهات أحد أهم معطياتها هو وجود 12 مرشحاً ينتمون إلى اليمين واليسار والوسط السيناريو الأكثر ترجيحاً يتلخص بوجود معركة انتخابية شرسة بين مارين لوبان اليمينية المتطرفة وهي الأكثر قرباً لمواجهة الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات فالمنافسة بين ماكرون ولوبان تأتي على وقع برنامج يطمح كل منهما لتطبيقه فماكرون يطمح لولايات ثانية تكون فيه الضرائب منخفضة ومتعهداً بالعودة إلى التوظيف الكامل في بلد تصل فيه نسب البطالة إلى 7% تقريباً أما لوبان تحمل رسالة بسيطة عنوانها إعادة الأموال إلى جيوب الفرنسيين كما أنها تسير على درب تبديد الصورة الشيطانية لحزبها التجمع الوطني اليمني المتطرف حسب متشير التقييمات التي توضح أيضاً عدم تغيير لبرنامج مناهضة الهجرة في بلد يصل عدد المهاجرين فيه إلى حوالي 6 ملايين وثمانمائة ألف شخص أما السيناريو الذي قد يكون مفاجئاً هو صعود مرشح اليسار المتشدد جون لوك ميلنشون خصوصاً وأنه يحل ثالثاً في استطلاعات الرأي ويواصل تقدمه ممثلاً بحزب اشتراكي غير أن التيار اليمني أيضاً فيه ما فيه من مترشحين يحاولون تكثيف حملاتهم الانتخابية أبرزهم المرشحة الجمهورية فاليري باكريز وإيريك زيمور عن حزب استرداد وهو رجل لاقت شخصيته جدلاً واسعاً بسبب تبنيه نهج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وتصوير نفسه المنقذة من التهديد المفترض من الإسلام إذن ينتظر الفرنسيون العاشر من الشهر الجاري لبدء عملية الاقتراع واختيار رئيس للبلاد للسنوات الخمس المقبلة وهي انتخابات تتزايد فيها مخاوف ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت في وقت تحمل فيه الحملات الانتخابية هموماً ليست بعيدة عن هموم الاقتصاد والهجرة والأمن للمزيد راحب بضيفي من باريس الدكتور طارق وهبي الكاتب والمحلل السياسي الدكتور طارق أهلاً بك أسألك بداية عن زخم هذه الحملات الانتخابية قبل يومين أو ثلاثة من موعد الانتخابات في جولتها الأولى كيف تبدو وما يميزها مساء الخير أستاذ طارق وشكراً للاستضافة يعني الحموة الانتخابية في باريس وفي كل فرنسا كانت مهمة اليوم كان هناك لقاء لسيدة مارين لوبين في الجنوب الغربي جنوب الشرقي عفواً لفرنسا وكان مهم جداً لأنها دغدغت بعض المطالب التي لم نسمعها منذ بداية الحموة الانتخابية كان أحد المطالب أحد التروحات لترحتها وهو استفتاء بموضوع الإسلام الموضوع الثاني هو موضوع وضع ما يسمى غرامة للمحجبات في الشارع والموضوع الثالث هو عدم دفع أي مساعدات اجتماعية للعائلات الجديدة التي تقدم إلى فرنسا بغض النظر أن هناك أيضاً مرشح الحزب الشيوعي كان في الشمال حيث هو مرقد الحزب الشيوعي الذي لا يزال يحتفظ بعدد قليل من النواب من هذه المنطقة بالتحديد بينما الرئيس ماكرون لا يوجد أي كان البارحة على القناة الأولى ولكن يجب أن نعرف جيداً أن لآخر لحظة لا يزال هناك ما نسمى نوع من استفتاء رأي أو استطلاعات للرأي في فرنسا وهذه الاستطلاعات كما حضرتك وكما التقرير قال لا يزال الرئيس ماكرون يحافظ على أكثر من 27% من حظوظه بنسبة المقترعين له حتى اللحظة لكن العامل المهم والذي هو أنا باعتقادي سيكون ليس فقط للمرحلة الأولى ولكن للمرحلة الثانية هو الذين لن يذهبوا للاقتراع وهذا يخيف عدد كبير منهم الرئيس ماكرون وحتى السيدة مارين لوبين التي تصل ثانية في هذا الصباق الاتخاب طبعا دكتور هذا كان من بين أسئلتي التي كنت أود أن أطرحها فيما يتعلق بامتناع التوقعات لنسبة امتناعا مرتفع فيما يتعلق بالمترددين هنا أي مانويل ماكرون والمرشحون الآخرون كيف يعملون على استمالة هؤلاء هناك عدة طرق سيدي حتى الآن هناك ما يسمونه الفونينج يعني الاتصالات مستمرة لأنها تستطيع من الدولة أن تشتري ملفا كاملا من أرقام الهواتف الموجودة في مناطق معينة والتي هي مهمة بمعنى الكل يدرس أين كان هناك نسبة اقتراع الأقل في الدوائر وهو يبحث عن رفع هذه النسبة في دوائر معينة والأهم من ذلك أن ترفع هذه النسبة لصالحك وليس ضدك زد على ذلك أن اليوم سمعنا بمعركة طاحنة يعقوم بها السيد بيلانشون الذي هو بحزب فرنسا الأبية المناصرين له يتصلون بالأحزاب اليسارية لكي يصوتوا بمفهوم الفرنسي بمعنى الصوت النافع أو الصوت الذي يجدي بما أنه هو الثالث إذا صوت كل اليسار له يستطيع أن يمر وأن يصبح ثانيا وأن تتغير ملامح المعركة الانتخابية ما بينه وبين الرئيس مكرون وخصوصا أن الرئيس ميرانشون هو رجل ممرس سياسيا هو كان وزيرا في عهد الرئيس ميتران ويستطيع أن يستقطب عدد كبير حتى من أصوات السيدة مارين لوبين ولكن الأهم في الموضوع أن العملية الآن أصبحت في نهاية نهار الجمعة يبدأ الصمت الانتخابي ولكن كل العملية الآن تدور حول فلك من يستطيع أن يجيش أكثر من هؤلاء الذين لم يذهبوا أو لا يريدون أن يذهبوا للتصويت علما أن استطلاعات الرأي تقول أن إذا ذلك تعدى الثلاثين بالمئة ستكون نوع مهم من عدم الذهاب للتصويت لأن في فرنسا دائما هذه الانتخابات هي أعلى نسبة مقترعين يذهبون إلى الانتخاب طيب دكتور طارق هنا بتحديدا هذا الناخب الممتنع أو المتردد أو الذي لا يشارك ما هي الأسباب التي تدفعه لذلك؟ أهم الأسباب سامعنا كنت أقرأ وحاور أحد الأشخاص من حزب الرئيس ماكرون أنهم لا يريدون أن يكون لهم نفس المعركة التي رأوها في العام 2017 بمعنى أن الرئيس ماكرون مع السيدة مارين لوبين هذا جد مهم بمعنى أنهم لا يريدون هذه النسخة الجديدة المتكررة من هذا السباق الذي لم يعطيهم أي شيء جديد ولكن إذا دخلنا في عمق الذين لا يريدون الذهاب إلى التصويت أول ذلك يقول أنهم لا يستطيعوا حتى اللحظة أن يعطوا بما أن المطلب الأول للفرنسيين هو رفع القدرة الشرائية ولكن حتى اللحظة لا أحد يستطيع من الذين يترشحوا أن يعطي هذه القيمة الشرائية الجديدة يعني نعطيك مثلا في فرنسا اليوم في باريس مثلا هناك انقطاع تام لا يوجد زيت دوار الشمس مثلا تذهب إلى أي سوبر ماركت لا يوجد لا يوجد طحيل يعني الأزمة في أوكرانيا أوصلتنا إلى مواضيع لم تكن بالحسبان والناس تسأل أنتم أيها المرشحون ماذا فعلتم ما هي المشكلة إذن القدرة الشرائية مع نقص بالمواد الأساسية في فرنسا هناك العديد من يسأل في هذا الموضوع زد على ذلك أن هناك أيضا أناس يتكلمون بمفهوم البيئة وموضوع البيئة يرونه أنه بعيد جدا عن ما يسمى الأولويات التي قدموها المرشحين لذلك هناك البعض يقول أن هؤلاء المرشحين لن يعطونني ما أريده بمفهوم أنني أريد أن يكون هناك بيئة مستدامة أن يكون هناك مستقبل أفضل لأولادي أو لي حتى لذلك هناك امتناع في الذهاب إلى التصميم دكتور هنا الحرب في أوكرانيا ستكون ربما بمثابة النعمة أو النقمة إنجاز التعبير على الرئيس إيمانويل ماكرون وهو الذي ترأس بلاده اليوم الاتحاد الأوروبي وعلى خطأ الوساطة مع روسيا في مسعى لحل الأزمة أو وقف الحرب عبر الحوار سيد العزيز عجبني منشت جريدة في فرنسا قالت فرنسا لا تهير قائد قبطان لسفينة داخل أمواج عاتية بمعنى أن الرئيس ماكرون استطاع عبر ما كان يقوم به مع الرئيس بوتين ومع الرئيس زيلنسكي أن يصل إلى بعض الأمور التي قد يعتقد العالم أنها غير مهمة لأن الحرب قامت ولكن هو أخر كل هذا الموضوع وبنفس الوقت هو استطاع أن يحجم قليلا المرحلة الدخول الروسي واستطاع أيضا ببعض المعاملات أن يكون هناك نوع من ليس وقف إطناق نار ولكن المرور الآمن من بعض المدن ولكن الأزمة الأوكرانية واضحة أن استفاد منها الرئيس ماكرون ولم يستفد منها أبدا مرشحون اليمين وحتى الأقصى اليمين وأقصى اليسار لأن أقصى اليمين يمجد بالرئيس بوتين وأقصى اليسار يقول أن أمريكا وراء كل ما حصل ولا نستطيع أن ندخل في هذا الموضوع إلا بمعرفة كل التفاصيل لذلك الرئيس ماكرون يقف في الوسط والرئيس ماكرون يقف بمفهوم الإنسان والدفاع عن الإنسان والدفاع عن أوكرانيا والدفاع عن أوروبا بمعنى أن أوروبا الآن هي التي تتحمل أولى الارتدادات الاقتصادية جراء العقوبات الاقتصادية على روسيا وبالتحديد بموضوع الطاقة نعم أنا أشكرك من باريس الدكتور طالق وهبي الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك